تعالوا بقى نروح لملفة مختلف حبتين هنروح تحديداً لبطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد طبعاً تحت سن 20 سنة اللي نظمتها طبعاً شركة استادات وكنا بنتابع مع حضراتكم مبارياتها اللي كانت بتتعارض بشكل دوري على قناة الاهلي انبالع كان ختام هذه البطولة اللي انتهت بفوز منتخب مصر على منتخب المجر من نتيجة 30 29 منتخب شباب مصر حقيقة افتتح البطولة بتحقيق الفوز العريض يعني فيه مفاز منتخب رومانيا على المجر فيه تاني المواجهات لتنتهي البطولة بفوز منتخبنا بكأس استادات بعد مفاز مؤخراً على المجر طبعاً كان فيه تقلق واضح جداً من منتخب شباب مصر لكرة اليد والمدير الفني طارق محروص طبعاً هنهم وقال لهم مبروك عليكم واحنا كمان بنقول لهم كلهم مليون مبروك عليكم وخصوصاً ان ابطال مصر الحقيقة سيطروا كمان على حتى الجوائز الفردية الخاصة بهذه البطولة الدولية الودية لكرة اليد محمد وائل بالمناسبة حصل جائزة أفضل لعب فيها هذه البطولة يوسف وليد حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة وياسين محمد الشهير برهوان حقق جائزة هداف هذه البطولة كل دي حاجات تطمننا لما يكون بنتكلم مع حضراتكم على إنجازات مهمة بالشكل ده وعلى قدرات لافتة للأنظار للدرجات دي في الفئات العمرية الأصغر سنة ده يطمننا كتير على اللي جاي والحقيقة ملف كرة اليد برضو من ملفات اللي احنا بنتكلم عنها كده بفخر في الفترة الأخيرة زي ما كنا بنتكلم عن السكواش بنتكلم مؤخراً كمان عن كرة اليد ويا رب يكون ده محتوى كلامنا بكل الرياضات كمان ما هو المشكلة ما عندكش أي أزمة في البوتانشل يعني البوتانشل موجود اللعيبة المصرية اللي عندها قدر من الموهبة موجود ومش بس موجود في المحافظات الكبرى موجود في أماكن ربما أقل حظاً في الحصول على فرص ده كلام واقعي على فكرة عشان كده اتجهت وزارة الشباب برياضة بالتنصيق مع وزارات عديدة وجهات عديدة انهم يعملوا فكرة هنا البطل الأولمبي البطل الأولمبي ده بداية أو بدايته بيكون بسكاوتينج انت بتنزل تدور بتدي فرصة لبعض النماذج المصرية والموهب المصرية رجال وسيدات بنات يعني على الصعيد الرجال والسيدات بنات ولاد صغيرين وأجبال في كل المحافظات بروح أنا دور عليهم لأنهم في ناس ما تعرفش تجيلك وبعد لما بدور عليهم وبلاقي الموهبة كويسة ببتدي بقى أنا أعيشها في السيستم إن هي بعد كده احتبقى بطل أولمبي عندي فهي دي النقطة كلها طبعا هو ده حاجة عن long term يعني هي حاجة طويلة المدى لكن نتيجتها مضمونة بس هي القصة كلها بقى كريم مش في هنا أنا عندي مواهب محدش عنده شك إن مصر عندها مواهب الشك في حاجة تانية أو المشكلة في حاجة تانية مشكلة في إننا لما الموهبة دي عندي أنا قدرت إزاي أخدمها قدرت إزاي أوفر لها كل الإمكانيات اللي هي تسعيدة في الآخر يبقى عندي بطل أولمبي بجد ورصيد مصر من المديلات الأولمبية تزيد سواء على المستوى الأولمبي بالمناسبة أو البرالمبي فهي دي النقطة كلها ده بقى شغل معلش هنا الدولة أكتر والدولة يمكن في الفترات الأخيرة برضو تكلمت إن هي مهتمة بهذا الملف بشكل كبير يعني برضو حرجع أقول تاني رئيس جمهورية بلد لما بيطلع بيتكلم وبيقول اهتموا بأبطالنا اهتموا برياضيين اهتموا برياضة النسائية أعتقد ده أكبر دليل على إن اهتمام الدولة المصرية اختلف ودي نقطة جيدة جدا لما بيتديد دلوقتي يلاقي في مشاكل عندي في فكرة أبطالنا اللي بيسفروا وبعد كده يهربوا لأن هم فعلا وأنا على فكرة بقى أنا عزراهم في حاجات كتيرة جدا يعني معلش مش هريجل دي الناس فيه بطل دلوقتي يقدر إن هو يبقى بطل عالم مصري ومش قادر يبقى بيدفع ومش قادر يصرف ومش قادر يعيش لا صعب لا صعب عشان كده برضو كان سيادة الرئيس لما أوجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قال لك اهتموا بيه برضو المعاشات واهتموا بيه العوائد واهتموا بيه البودجت كل الكلام ده كان كلام محترم جدا للمناسبة فده كل شغل على الأرض بيتم يبقى ليه انعكاسات بقى على الرياضيين وعلى النتائج فأنا تمنى الاهتمام ده أكتر كمان الاتحادات لازم بقى ليه شغل لازم يفكروا بشوية بطريقة يا كريم تتكلمنا أنا وانت في الملف ده أكتر من مئة مرة الحقيقة مصادر الدخل أنا كاتحاد بيبقى عندي مصادر دخل محدودة إزاي أنا كاتحاد أقدر أخلق مصادر دخل أكبر وأوسع هاتوا الاسم الماركتينج تشتغل بالمناسبة مش جازب أنا أبقى فاهم في كل حاجة يعني ما فيش حد بيفهم في كل حاجة هاتوا حد من الماركتينج يشتغل معاكو ناس شطرة شباب لسه متخرج شاطر يقدر يساعدكو في الحاجات دي وعلى فكرة كان ده كلام برضو أحد رؤساء الاتحادات اللي كان مستضيفين وهنا عندنا قال لك أنا ببتدي أشوف إيه اللي أنا أقدر أعمله وأستغل الحوالي إزاي الشباب على كل حال عشان مطولش والنقطة اللي أنت وقفتي عندها كمان حتى السيد الرئيس وقف عندها ودي كانت من الأمور اللافتة للأنظار الحقيقة واتكلم فيها بمنتهى الوضوح والشفافية والمباشرة مع سيد وزير الشباب ورياضة تفصيلة الناس اللي فعلا بتهرب من المنتخبات المختلفة سواء رياضات جماعية ولا فردية وإن كانت في أغلب الأحيان رياضات فردية وفكرة التوصية على تحسين الأوضاع وأعتقد أن هوند برضو ردا على سؤالك فكرة إيه اللي هيحصل مع دول طالما دولة تصدت واستحدثت مشروع قومي لصناعة بطل مستقبلي أولمبي أكيد يبقى هما واخدين بالهم كل التفاصيل وإن شاء الله يبقى يسمع من باريس عشرين وعشرين اشتركوا في القناة